فئة شاشات الجيمينج تقريباً ما فيها شيء جديد لكن في فئة جديدة صارت تركيز عليها كبير الفترة هذه وهي فئة شاشات الألعاب اللي تكون موجهة للكانسلز والبي سي في نفس الوقت معاكم بندر العلي وهذه معينتي لشاشة البينك يو موبيز اكس 3211 يو شاشة الاكس 3211 يو تقدم مواصفات جميلة زي منافذ HDMI 2.1 والفريسينك بريميوم برو ونظام بينك يو لموالفة الضوء مع النظام الـ HDRI ومكبرات صوتية مع ميزة جديدة وهي توفير مايك عازل للضجيج الشاشة عندنا هنا هي بحجم 32 بوصة وتعمل بلوحة من نوع IPS بدقة 3840 في 2160 ومعدل تحديث 144 هرتز بزمن استجابة 2 ملي ثانية لما نتكلم على الغريت وغري وواحد ملي ثانية لما نتكلم على الـ MPRT وقدرة السطوع الموجودة عندنا في هذه الشاشة تبلغ 600 نت مع دعم النظام الـ HDR10 طبعاً HDR ما هو حقيقي لأنها 600 نت وتدعم هذه الشاشة ميزة الـ Local Dimming الشاشة نفسها عليها طبقة مانعة للإنعكاس وبما أنها شاشة IPS فشي يكيد أن زوايا الرؤية راح تكون جداً ممتازة فيها بمعدل 178 درجة ومعدل تسريب الإضاءة فيها أشوف أنه يعتبر ممتاز خصوصاً على شاشة بحجم 32 بوصة وبالحديث عن الزوايا من خلال قاعدتها القوية توفر حرية الحركة كما في بقية الشاشات ما عدا توفر خاصية التدوير المواد المصنعة منها الشاشة أيضاً ممتازة وعالية الجودة ولما ننتقل إلى خلفية الشاشة راح نشوف أنها مغطاة باللون الأبيض بالكامل مع شعار موبيز اللي موجود على الجانب وإضاءة RGB ممكن تتحكم في ألوانها ونمط الإضاءة الخاصة فيها موجودة على شكل خطوط في زوايا الشاشة والإضاءة التي تعطيها إيحاء جميل جداً واعتبر الشاشة هذه من أجمل الشاشات اللي شفتها من ناحية الشكل الجمالي خصوصاً في المنطقة الخلفية أيضاً تقدر تركب الشاشة على حامل فيزا ماونت وبالأسفل تتوفر عندنا موافذ التوصيل واللي تشمل منفذ الطاقة ومنفذي HDMI 2.1 مع منفذ DisplayPort ومنفذ مايك ويو اس بي هاب 3.0 مقدمة الشاشة تقدم أطراف نحيفة والجزء السفلي يضم مفتاح تشغيل الـ HDRi وبالأسفل عندنا في عصد تحكم مع زرية الوصول السريع للمايك ومصدر الصورة ويليها عندنا منطقة حساسات الاستشعار اللي راح نتكلم عن أنظمتها مع توفر مستقبل الـ IR اللي يخليك تتحكم بالشاشة من خلال الريموت كنترول المرفق مع الشاشة للوصول إلى الخيارات بشكل أسرع لما ندخل على القضاء من التشغيل نشوف أنها مرتبة بشكل جيد والتوزيع نفسه كما في شاشات الموبيز الثانية وعندك أنظمة البينكيو مع النظام البي آي بلس الخاص بتفعيل سطوع الشاشة المتكيف مع الإضاءة اللي تكون أنت موجود فيها ويتوفر عندنا خيار الـ AMA لرفع زمن الاستجابة وخيار تخفيض الوهج اللي هو الـ Black Framing Surgeon جودة العرض في هذه الشاشة من ناحية الألوان أعتبرها ممتازة جدا فعندنا مدى صحة ألوان DCI-P3 يبلغ 98% ومعدل الـ SRGB اللي يبلغ 100% والأدوب RGB اللي فوق 90% ومن ناحية توحيد الألوان كامل قطاع الشاشة أو ما يعرف بالـ Uniformity وخصوصا على الأطراف يعتبر ممتاز بتدرج اللون الرمادي بنسبة 30% أما اللون الأبيض بنسبة 100% يعتبر جيد جدا على شاشة بهذا الحجم بمعدل دلتا أقل من 5 وبمقياس 32 بوصة كثافة البيكسلات في الشاشة هذه تعتبر جدا ممتازة خصوصا بمدى الألوان الواسع واللي يقدم جودة ومستوى إشباع جميل وحقيقي زمن استجابة البيكسلات يعتبر أيضا ممتاز مع توفير ميزة إدخال الإطار الأسود أو ما يعرف بالـ Black Frame Insurgent إذا كنت بتلعب على هذه الشاشة بشكل تنافسي على دقات الـ 120 هرتز وأعلى وكل القراءة اللي قلتها هذه تخلي الشاشة ممتازة إنها تكون مناسبة كمونيتر لصناعة ومشاهدة المحتوى للمستخدم المتوسط بالإضافة إلى تقديم جودة صورة ممتازة مع أجهزة الـ Consoles زي إن شاء الله ما راح نشوف فإذا كنت بالشاشة هذه للألعاب وصناعة المحتوى بمستوى متوسط فالشاشة هذه راح تكون خيار ممتاز لهذا الأرض أول الميزات التي تقدمها شاشة الـ X32100U هي نظام الـ HDRi والفكرة في أنه هذا عبارة عن تقنية خاصة بـ BenQ تستشعر مستوى الضوء المحيط على مستوى الصورة المعروضة وبشكل تلقائي راح يتم تعديل مستوى سطوع الشاشة مع نسبة إشباع اللون للوصول إلى أفضل تجربة مشاهدة وتقدم هذه التقنية نمط الـ HDR المعروف والـ Gaming HDR والـ Cinema HDR ومن ناحية الأداة فالـ HDRi لا يعتمد أن يقدم أداة جيد لأنه بكل أمانة لا يعتمد على نظام مصفوفة Local Dimeng كامل أو Full Array أو أي تقنية إضاءة خلفية لتعطيك هذه الشاشة تجربة HDR حقيقي وكاملة ولكن مجملا جودة الصورة التي تقدمها الشاشة بشكل عام أعتبرها جدا ممتازة والتقنيات الثانية التي تتوفر في الشاشة هنا هي تقنية Light Tuner أو ما تعرف بموالف قوة الإضاءة والBlack Equalizer أو معادل السوات وفكرة التقنية الأولى هي تعديل قوة سطوع الشاشة مع رفع أو خفض درجات السوات بشكل آلي للحصول على صورة واضحة غير معتبة من خلال 20 مستوى سطوع والفكرة هنا أن المعالجة الموجودة بالشاشة راح يدور على مناطق اللي المفترض أن تكون ساطعة لكنها أصبحت داكنة ويرجع يعدل عشان تكون ساطعة والعكس صحيح في نظام الBlack Equalizer اللي يبحث عن المناطق اللي المفترض أن تكون داكنة لكنها أصبحت ساطعة ويسوي له التعديل ومن ناحية الأداء يعتبر ممتاز ولكن في عندنا أشكالية بسيطة هنا هو أنك ما راح تفعل النماطين اللي هم الBlack Equalizer والLight Tuner مع بعض ولازم تختار نمط واحد فيما بينهم وأنا صراحة أعتبرهم متماثلين ما في ذاك الفرق بينهم فلما تختار أي واحد منهم الأداء تقريبا راح يكون نفس الشيء ولا راح تخسر شيء إذا ما توفرت ميزة أنك أنت تفعلهم مع بعض وإذا سويت معايرة للشاشة بشكل أفضل فأكيد أنك راح تحصل على دقة ألوان أفضل ورح تكون أقل من Delta 2 ونفس الشيء ينطبق على مدى التباين أو الContrast أيضا تقدم الشاشة أنظمة حماية كثيرة للعين منها نظام مكافحة الإضاءة الزرقاء ومنع الفلكر ودعم عمل ألوان ونمط الورق الرقمي أضف عليها توفر نظام صوتي مكون من سماعتين بقدرة 2 واط مع مضخم صوتي أو سابوفر بقدرة 5 واط مدمجة كلها في الشاشة وموالفة من قبل تريفالو لتقدم صوت محيطي غامر بكل أمانة يعادل نظام صوتي منفصل ما يحتاج أنك أنت تستخدم سماعة معه واستمتعت جدا بالتجربة الصوتية التي قدمتها السماعات هذه أضف إلى ذلك أنه يتفر عندنا مايكروفون مدمج في الشاشة يقدم نظام عزل طجيج باستخدام الذكاء الصناعي قدم أداء جميل لما جربته خصوصا في مسألة العزل طيب نتكلم على ناحية الكونسول اللي تدعمها الشاشة فمن خلال هذه الشاشة عندنا منفذة HDMI 2.1 تتوصل عليها الأكسبوكس سيريز X والبلاي ستيشن 5 بدقة 4K بمجال عرض 19 على 6 بتردد 120 هرتز وإذا وصلت الشاشة على البي سي من خلال الدس بلاي بورت رح تحصل على تردد 144 هرتز لعل الشيء اللي ما أعجبني في الشاشة هو مستوى السطوع الخاص فيها واللي يعتبر قليل بمعدل 600 نت خصوصا لما تكون في بيئة الإضاءة فيها قوية لكن بالإضاءة العادية ما أشوف أنك رح تواجه أي مشكلة مع هذه الشاشة سعر الشاشة ما يقارب الألف دولار واللي يعتبر أنه جدا مناسب للشاشة هذه واللي شوفها تستاهل أنك تفكر فيها خصوصا بالأشياء التي تقدمها هذه الشاشة زي المكبرات الصوتية بأداءها الممتاز والمايك الخاص بعزل الضجيج والريموت كنترول وحساس الإضاءة الموجودة عندك في هذه الشاشة وجودة الصورة ودعم أجهزة الكونسول الحالية بمنفذين HDMI 2.1 وكل الميزات الثانية اللي تقدمها هذه الشاشة واللي ما تتوفر فيه الشاشات المنافسة أقدر أقول أنه هذه الشاشة واحدة من الخيارات اللي ممتازة جدا وبسعر جدا جميل إذا كنت تبحث عن شيء رح يكون موجه للكونسول ونفس الوقت موجه لصناعة المحتوى تقدر تستخدمه على أي شيء كانت هذه معينتي لشاشة الموبيز EX 3212 يو أتمنى أن تكون نالت على استحسانكم وإذا كان في أي استفسار رح أسعد بالإجابة عليه حب أسمع أراءكم حول هذه الشاشة وكل الميزات اللي تقدمها خصوصا من ناحية السبيكرات ودعم الجيل الجديد من الكونسول شاركونا بأراءكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو كما هي العادة كان معاكم أخوكم مندر شوفكم على خير السلام عليكم